اشتركوا في القناة اليوم من عام 1971 والذي وقع فيه مؤسس دولة الامارات الشيخ زايد بن سلطان آلن هيان رحمه الله واخوانه الحكام وثيقة الاتحاد ودستور الامارات واعلن فيه بيان الاتحاد والاسم الرسمي لدولة الامارات العربية المتحدة واشر جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه في برقيته الى ان الاحتفاء بهذا اليوم التاريخي يؤكد حرص اخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلن هيان على ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز روح الانتماء والولاء للوطن في دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة مشيرا جلالته بمسيرة الانجازات التنموية التي تشدها دولة الامارات في مختلف المجالات والميادين وبالمكانة الرفيعة التي حضيت بها وسط المجتمع الدولي متمنيا جلالته لدولة الامارات العربية المتحدة شعبها الشقيق تحقيق المزيد من التقدم والاززهار والرخى في ظل قيادة سموه الحكيمة